هذه الروايات طبعا الذهبي يبين أيضا السبب في أن رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا نفاه وطرده ولعنه الرواية هذه يقول أسلم يوم الفتح في صفحة 198 من تاريخ الإسلام للإمام والحافظ الذهبي يقول الجزء الثاني صفحة 198 أسلم يوم الفتح وقدم المدينة فكان فيما قيل يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله إذن تبين كان جاسوسا ماذا للمشركين ولقريش فطرده وسبه وأرسله إلى بطن وج اللي هي الطائف فلم يزل طريدا إلى أنولي عثمان هس وقعا هنا بحث ولعله إذا صارت مناسبة نقف بأي عنوان أن عثمان بن عفان خالف ماذا خالف سنة رسول خالف أمر رسول الله ولم يجر على ذلك لا أبا بكر ولا عمر يعني لا الخليفة الأول ولا الخليفة الثانية قام بهذا العمل ولكن قام به ماذا عثمان عليه لحوة هذا بحث في محله فأدخله المدينة ووصل رحمه وأعطاه مئة ألف درهم لسأل إن شاء الله أنه هذه المئة ألف درهم كان من ماله الخاص وإلا إذا كان من بيت المال فالويل له لأنه كان عم عثمان بن عفان وقيل إنما نفاه رسول الله إلى الطائف لأنه كان يحكيه في مشيته وبعض حركاته يعني يعني أحسنتم يستهزئوا بمشية رسول الله وبحركات رسول الله حتى ماذا حتى يضحك الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله عليه لحوة الرواية الأخرى قال حمد بن طبعا لا يعلق على هذه الرواية الذهب ماذا لا يقول شيء